صباح الخير وأهلا بكم في منصات رقمية وهذه الجولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأبرز ما جاء فيها هل تواجهون مؤخرة مشكلة في تكرار قصص انستغرام؟ المشكلة تكمن في أن انستغرام ينسى المكان الذي توقفتم عنده عند مشاهدة قصة شخص ما خاصة إذا كنتم من مستخدمي نظام ايو اس الأمر الذي أدى إلى اضطرار المستخدم مشاهدة قصص الأصدقاء من البداية في كل مرة يرغب بها بالاطلاع على المحتوى الجديد هذا ما دفع العديد من مستخدمي المنصة إلى التذمر من المشكلة على تويتر وبحسب خبراء التقية يبدو أن السبب الأساسي لتشغيل قصص انستغرام بشكل متكرر هو خلل مدمج مع تحديث جديد الحل بسيط لإصلاح الخلل يتوجب فقط على مستخدمي ايو اس تحديث انستغرام الخاص بهم إلى أحدث إصدار من التطبيق وإذا كنتم تواجهون المشكلة وأنتم من مستخدمي نظام أندرويد فالحل الأفضل هو حذف التطبيق وإعادة تثبيته من جديد وفي أول حوار له مع موظفي تويتر عبر مكالمة فيديو ألمح المليادير الأمريكي ألون ماسك إلى حاجة الشركة لخفض عدد الموظفين مقابل زيادة عدد مستخدمي الخدمة من 229 مليون إلى مليار شخص على الأقل دون الحديث عن أي جديد بشأن إتمام صفقة الاستحواذ على المنصة الشهيرة مقابل 44 مليار دولار وخلال جلسة الأسئلة والأجوبة التي أدارها المدير التنفيذي لتويتر تطرق ماسك المثير للجدل بتصريحاته إلى الحديث عن وجود كائنات فضائية وحضارات فضائية أخرى كما أكد على دور تويتر المهم في دعم الحضارات والوعي لدى رواد المنصة الشهيرة وإلى منصة تيك توك التي تختبر ميزة جديدة تتيح للمستخدمين معرفة أي من متابعيهم شهد فيديوهاتهم الميزة هذه التي يطلق عليها اسم تاريخ عرض المنشور أو Post View History تعتبر جزءا من اختبار محدود مع مستخدمين محددين أليست متاحة على نطاق واسع كما أنه يمكن إيقافها في أي وقت من قائمة الإعدادات بالإضافة إلى ذلك يبدو أن سجل العرض المنشور لن يكون متاحا إلا لمدة سبعة أيام من تاريخ نشر مقطع الفيديو وإلى خبر متداول على مواقع التواصل يحمل عنوان وفاة أول إنسان سايبورغ في العالم ولكن بداية ما هو السايبورغ؟ هو مصطلح يشير إلى كائن يتكون من مزيج من مكونات عضوية وأخرى حيوية وثالثة إلكترونية وميكانيكية وأول رجل حمل هذه الخصائص هو العالم البريطاني دكتور بيتر سكوت مورغين الذي فارق الحياة عن عمر 64 عاما بحسب ما أعلن الحساب الرسمي الخاص به على تويتر مورغين المتخصص في الروبوتات تحول إلى أول سايبورغ كامل في العالم بعد معركة استمرت خمس سنوات مع مرض عصبي نادر شخص به عام 2017 وكان أمامه عامين فقط للعيش لكنه قرر أن يتخطى حدود العلم وعمل جاهدا على تمديد حياته من خلال تحوله إلى رجل آلي بالكامل لذا خضع لسلسلة من العمليات المعقدة في جسده وعملية جراحية في العين أتحت له التحكم بالكمبيوتر عن بعد وسجل عشرات الألاف من الكلمات والجمل التي يمكن أن يطلقها باستخدام عينيه وأخيرا طور صورة رمزية أفتار يشبه وجهه الحقيقي ليبتسم ويعبر عن مشاعره عندما توقفت عضلاته عن العمل وأعلن بيتر في عام 2019 أنه أكمل انتقاله بالكامل ليكون أول إنسان آلي كامل في العالم يدعى بيتر 2.0 أبطال فيلم باربي الجديد المتوقع عرضه في يوليو العام المقبل يلفتون الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي الحديث هنا عن النجم الكندي راين غازلينغ الذي يجسد دور الدميا كان في الفيلم حيث انتشرت صورته على المنصات الرقمية ولاقت تفاعلا واسعا وذلك بعد ظهور غازلينغ بمظهر مختلف تماما عما هو معتاد حيث تقمس شكل الدميا بالكامل وظهر بالشعر الأشقر أما النجمة الأسترالية مارغوروبي فخطفت الأنظار هي أيضا في وقت سابق بتجسيدها دور باربي أو شخصية باربي إذ انتشرت لها صورة داخل سيارتها الوردية الشهيرة بشعرها الأشقر المميز وملابسها الجميلة والختام مع فيديو متداول للنجم الأمريكي توم هانكس ويظهر فيه وهو يفقد صوابه وينفعل على الصحفيين والمعجبين الذين أحاطوا به أثناء مغادرته لحدث فني في نيويورك مساء أمس حصل ذلك بعد أن اصطدم أحد الموجودين بزوجته الممثلة ريتا ويلسون التي كانت على ما يبدو واقفة تنتطر زوجها ليلحق بها حيث كادت تسقط للأمام ويظهر في مقطع الفيديو الذي انتشر بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي صرخة ويلسون قائلة توقف عن ذلك الأمر الذي أغضب هانكس كثيرا وجعله يلتفت للصحفيين ويصرق قائلا ابتعدوا عن زوجتي قبل أن يتوجه بصحبتها إلى السيارة بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولة على المنصات الرقمية لليوم عودة من جديد إليك ساندي